من جديد أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى السعودية حيث شاهدت مدينة جدة السعودية الكشف ولأول مرة عن تفاصيل دقيقة لأخطر تنظيم سري في المملكة العربية السعودية كما قالت السلطات الرسمية هناك في حين وجه الادعاء العام إلى التنظيم السري المكون من مجموعات متعددة 75 تهمة واتهم أعضاء التنظيم وعدد منهم أكاديميون بتهم تأسيس تنظيم خطير هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالإشاعة وبالاستعانة بأطراف خارجية مستغلين الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة أخيرا على حد وصف البيان الرسمي السعودي من جهة أخرى أفادت معلومات حقوقية من داخل المملكة أن السعودية منعت اليوم داعي المعروف الشيخ سلمان العودة من السفر وحتى الآن لم تتضح أسباب المنع إذن شأن السعودي ورحب ضيفي في السوديو الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في السعودية دكتور سعد مرحبا بك دعني بداية أبدأ معك هذا خبر الإعلان عن كشف خلية وتنظيم سري داخل المملكة العربية السعودية أثار اهتمام عربي كبير يعني بداية لديك معلومات عن هذا التنظيم الأسماء من الذين الآن يلاحقون في المملكة بهذه التهم؟ هذه القصة التي روتها السلطات القصة الحقيقية أن هناك مجموعة من الأكاديبيين على رأسهم الدكتور الفاضل سعود الهاشمي استاذ جامعي وطبيب ورجل ناشط في العمل الخيري وله قبول في كثير من التيارات الاجتماعية الموجودة كان معروفا بنشاطه الخيري السلمي على مستوى المملكة وعلى مستوى خرج المملكة وفوجئ قبل أربع سنوات ونصف هو ومجموعة معه وكانوا في استراحة في جد أربع سنوات ونصف فوجئوا بمداهمة لقوات الأمن وأعلنت الدولة في وقتها فورا بدون ما تسميهم قال الدولة تعتقل مجموعة مرتبطة بالإرهاب بس في الدعم الإرهاب ثم انتظر الناس أن توجه تهمة حسب نظام الأجراءات الجزائية الموجودة في البلد الذي زعمت الحكومة السعودية أنها ألزمت نفسها به وهو نظام واضح أنه توجه التهمة بعد أيام إذا لم تتمكن ترفع إلى إدعاء العام في المدينة على مدى أسبوعين إذا لم تتمكن ترفع إلى المنطقة على مدى أربعين يوم إذا لم تتمكن ترفع إلى على مستوى الدولة على مدى ستة أشهر إذا لم تتمكن في ستة أشهر من توجه اتهام رسمي يطلق صراحة أو يرضى المحكمة لم تتمكن لا ستة أشهر ولا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربع حينما حوصلت بضغط شديد من قبل مجموعة من محامين في الداخل والخارج أخرجت لنا هذه اللائحة الموحكة التي لم يتعامل معها أحد مطلقا بجدية طيب دكتور سنأتي على تفاصيل اللائحة لكن هو خمس سنوات دكتور سعود الهاشم ورفاقه يحاكمون طيلة هذه الفترة لم يحاكم ولم يحاكم كانوا يخضعون لجلسات تحقيق كان يتحدث الإعلام منذ ثلاث شهور عن محاكمات تجري خارج المحاكم في بيوت معينة ما هي التهم التي كانت توجه لدكتور سعود الهاشمي ورفاقه هناك حقيقة وهناك مزاعم الحقيقة لا تستطيع أن تعترف بها الدولة الحقيقة أن سعود الهاشمي والمجموع الذين معه كانوا يريدون نوع من أنواع المجتمع المدني البداي البسيط جدا كانوا يريدون تأسيس مجالس مدنية محلية على مستوى الأحياء ثم على مستوى المدن ثم على مستوى البلد وكانوا يريدون لهذا التنظيم المدني البسيط الذي يساعد في حل مشاكل البلد بعد انتشار الجريمة والنيار الأخلاقي والتفكك الأسري يريدون أن تكون في هذا الاتجاه وكذلك تساعد في تسهيل الصلة بين المجتمع والدولة وتخفيف تغول بعض أجهزة السلطة هذا هدفهم وهذا كلام مسجل في تسجيل الدكتور سعود الهاشمي على مدة ساعتين سجل بمثابة وثيقة إعلان لهذا التأسيس وكان هذا سبب الاجتماع وانتشر تسرب وانتشر ومنه يعني الجزء الأخير منه سبع دقائق فيه ملخص هذا المشروع وهو موجود في اليوتيوب هذه التهم التي تشيرها السلطات السعودية تقول أنه هذا التنظيم السري هدف الوصول إلى السلطة هذه الحقيقة الحكومة السعودية لا تريد لأي كان أن يؤسس مجموعة مستقلة عنها أيا كانت سواء كانت سلمية ولا غير سلمية ولا شرعية ولا غير شرعية لا تريد لأحد أن يتصرف بأي نوع من نوع المؤسسات المدنية ولهذا بطشت بهم بطشا شديدا وأذتهم أذن شديدا في السجون رغم أنهم كلهم يعني أكاديميين رجال أعمال شخصيات قبلية كبيرة هو دكتور يتم الحديث عن 75 شخصية أكاديمية سعودية إضافة لدكتور سعودي الهاشمي 16 75 تهمة 75 تهمة هو الخبر عندي 75 شخصية أكاديمية يمكن بعدين أضيفتنا لكن المسؤول المجهول هم 11 ثم أضيف لهم مجموعة ثم بعد ذلك ربما أضفوا المآخرين لا أعلم لماذا دكتور سعد هذه الحملة الآن من الاعتقالات وهذا التصعيد السياسي في المملكة العربية السعودية هل ثمت شيء تخشى المملكة يعني؟ لا هو اللي حصل الحمد للأخوان يعني صار بعد ما حصل في العالم العربي أصبح هناك وعي للحقوق وعي حقوقي فبدأ الناس يتكلمون عن المعتقلين السياسيين المعتقلون بسبب آرائهم عددهم في المملكة ليست صغيرا نسبة للمملكة يمكن أننا أكبر نسبة في العالم العربي عدد الشعب 20 مليون عدد المعتقلين يزيد عن 30 ألف 30 ألف معتقل سياسي ليسوا لا متهمين لا جنائيا ولا متهمين مدنيا يعني حقوق مدنية يعني لهم مدينين في فلوس ولهم متهمين لا بقتل ولا بسرقة ولا بزنة ولا باغتصاب ولا بأي حاجة من هذا القبيل ولا مخدرات تهمتهم أو مشكلتهم أنهم خطر على الحاكم فقط خطر على الحاكم بأي إن كان بأي وسيلة كانت هؤلاء عددهم حسب ما أتانا من مصادر نحن داخل حوالي 27 ألف ونص تقريبا 30 ألف والمطلوبون الذين لم يعتقلوا بعد حوالي أكثر من 21 ألف أخواننا الدستوريين المجموعة الدستورية التيار الدستوري الذين طالبوا الملكية الدستورية يقولون أن العدد الحقيقي 50 ألف وربما هم أدق منه 50 ألف معتقل 50 ألف معتقل طب كان دائما دكتور سعد نسمع عن عفو ملكي وكان العهل السعودي يصدر عفو وإطلاق عدد كبير من السجناء لكن في حديث أن هناك جهات توقف هذا العفو ولا تطبق الأحكام الملكية العفو لا يشمل السجناء السياسيين دائما يشمل سجناء الجنائيين دائما والحقوق المدنية يدفع عنهم بعض حقوقهم السجناء السياسيين لم يشملوا مطلقا بأي عفو ملكي خلال فترة إلا مرة واحدة في أيام ما كان فيه ضغط في 2003 ضغط من قبل الأمريكان بإطلاق صراحة ثلاثة معتقلين ثلاثة الحقوقيين فقط لكن أعود إلى القضية فتحرك أقارب المعتقلين وتجمعوا أمام وزارة الداخلية قبل شهرين ثلاثة شهور تطبيقا بمبدأ الدواوين المفتوحة المجالس المفتوحة لم يشأوا أن يعملوا مظاهرة حضروا عند وزارة الداخلية اتصلوا بالمسؤولة الذي هو وزير الداخلية وحضروا عنده مطالبين بإطلاق صراحة ذويهم وأقاربهم فبطش بهم وبطشا شديدا واعتقل الذين نظموا هذا العمل ولحد لا معتقلين فالقضية بدأت تتصاعد بدأت تم معها تفاعل في الفيسبوك وفي تويتر وفي وسائل الإعلام وفي جهات أخرى وكذلك تفاعل من قبلنا نحن فترتب عليها تجمع آخر حصل قبل حوالي سبوعين فكان البطش أشد بطريقة فيها إهانة للنساء والأطفال فتفاعل بعض المشايخ من ضمنهم الشيخ يوسف الأحمد وشيخ يوسف الأحمد من المشايخ الذين لهم شعبية كبيرة بين الشباب كبيرة جدا يعني فلأنه تكلم منتقدا هذا الاعتقال اعتقله هو الآخر فاعتقاله رفع القضية إلى السقف رفع التوتر نعم في دكتور قضية أخرى في السعودية الآن هي اعتقال المرأة واعتقال عدد من النساء في السعودية طالبنا بإفراج عن أزواجهم هل هذه تعتبر تطور جديد في التعاطي الرسمي مع الاحتجالات الآن المرأة دائما كانت محيدة من الاستهداف في المملكة تحديدا النظام عندنا أي إنسان يحس منه خطر يعتقله وقد سبق اعتقال نساء كثير ومنهم نساء اعتقالين لأسباب سياسية موجود نساء قد دوهم منزل مجوعة من الأخوات قبل أسبوعين في مكة المكرمة بسبب أن لهن نشاط في الفيسبوك وفي تويتر يطالبنا بإطلاق صراحة معتقالين واتهمنا بأنهن الذين يحرّضنا الآخرين على التحرك هذا سببه الدولة تحاول أن تروج أسباب أخرى لكن أنا الذي ذكرته قبل قليل هو ما أشرت إليه أن مشاركة النساء في التجمعات التي صارت عند وزارة الآخرية هي التي وكون النساء موضوع حساس في بلدنا هو الذي هيج الناس أن الدولة لم تعتقل النساء في منازلهن بل آذتهن في الشارع وتعرضتهن للإهانة والناس بالمناسبة عندنا حاجز الخوف انكسر فصاروا يتكلمون بصراحة عما حصل لهم صوت أعلى من أول نعم هؤلاء المعتقلات تكلمنا بالتفصيل عن ما حصل لهنا في الفيسبوك وفي التويتر وما يكن أخرى بالتفصيل وذكروا بطريقة فعلا تهيج من يغضب للعرض ما هي الانتهاكات التي تحدثنا عنها النساء السعوديات وأثارت هذه الموجة العارنة من الغضب تم اعتقالوهن مباشرة خضان التعذيب لا 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 تم اعتقالوهن مباشرة من موقع التجمع ورميهن بالسيارة بدون احترام لكونهن نساء تم أخذهن بدون اختار أهلهن مع أطفالهن أو بدون أطفالهن حتى بعضهم كان أطفالهم في البيت ما عندهم زوج الزوج معتقل والمرأة اعتقلت والطفل مسكين في البيت والذي معها طفل أخذه معها طفلها أو طلبه من أحد يستلمه ثم أخذت هناك وأهينت وتتعرض لكلام بذيء ومعاملة سيئة وربما في بلد عندنا بلد عندنا متدين تحترم خصوصية المرأة لا تحترم هذا الجانب وبعضهن حتى خلعنا عن قصدنا غير قصد خلع منهن حجابهن عباتهن ومررنا بتجربة سيئة جدا رويناها في البيت طيب ثرد هذا الحالة التي توصفها ما مصلحة النظام في السعداء الجميع يعني العلماء اللي كانوا لحد ما في صفقة مع أو يعني في تفاهم مع النظام بتخفيف حدة الانتقاد اليوم يتم اعتقالهم الشيخ يوسف الأحمد وغيره ويتم السعداء أكثر من شريحة في المجتمع يعني ما مصلحة النظام في السعداء كل يعني شرائح المجتمع السعودة هو لا يستعدي هو النظام واضح عنده إذا سمح بالانتقاد الصريح لأنه كان هناك انتقاد بعيد عن وضع الأصبع على التشخيص الصحيح كان يقالوا والله هذه تجاوزات المباحث هذه تجاوزات الشرطة فبدأ الناس يقولون لا هذا وزير الداخلية والملك حينما بدأ الناس يقولون وزارة الداخلية والملك الدولة لم تعد تحتمل لأن هذا النظام المستبد الذي يغلق الطريق أمام أي نوع من أنواع الحرية إذا سمح للهامش الأول أن يتوسع بالضرورة سمح لكل الهامش أن يحصل والنظام عندنا مدرك هذه الحقيقة يدرك أنه إذا وسع قليلا فهو مضطر أن يوسع كثيرا ثم ينهار فهو يغلقها من البداية المشكلة ليست في النظام النظام واضح القصة عندنا واضح أنه لا بد من البطش حتى يحافظ على الاستبداد المطلق ولأن الاستبداد عندنا ليس استبدادا عاديا هو استبداد امتلاكي المشكلة عندنا هي وليست حتى في الشعب الشعب مسكين في حكم شمولي ليس عندهم مؤسسات مدنية يعبرها أين المشكلة؟ المشكلة في القيادات الفكرية والثقافية والأكاديمية التي تؤمن بالحقوق الإنسان وتؤمن برفع الظلم وتؤمن بالعدالة التي تتعامل مع القضية قضية المعتقلين وقضية الحقوق عموما بالذات المعتقلين الأخيرين والمشايخ الكبار المعتقلين عندنا مناس من أفضل مشايخ في العالم في السجن الشخص سليمان العلوان من أفضل العقول العالمية أنا أستطيع أقول بعض الناس يقولون هو أفضل عقلية على وجه الأرض في العلم الشرعي موجود في خلف الأشخاص في تقصير يعني من النخب السياسي النخب السياسي تتعامل مع القضية تعامل أن النظام فاهم غلط أن النظام فاهم أن هؤلاء غلطانين بحقه ويجب أن نفهم النظام أن هؤلاء طيبون وأنهم يحبون النظام وأنهم كذا يعني ليس هناك خيار آخر اللي هو هذا النظام مستبد ويقصد ويعني أن يمنع الآخرين من أن يقولوا كلمة الحق دكتور أيضا المشكلة البعض من يراقب الشأن السعودي اليوم يقول أن المشكلة ليست في النظام ولا في الشعب المشكلة الآن في التخوف من الربيع العربي الذي يمتد مملكة العربية السعودية تخاف مما يجري في المنطقة ومن السنامي التغيير اللي حاصل يتدفع أموال لبقاء بعض الأنظمة وربما هذا التفسير يقود إلى تصاعد حملة الاعتقال وتصاعد الحجر على الكلمة هل ترى هذا فعلا التخوف الذي يدفع النظام للتصرف بهذه الطريقة في المملكة؟ هو النظام ليس جديد في تعامله القمعي مع الناس لا يوجد أي جديد الذي حصل العكس الذي حصل بسبب العولمة والانفتاح وسبب خروج المعارضة للخارج وكسرها كثير من الحواجز النظام اضطر اضطرارا أن يسمح بهوامش معينة هي دون انتقاد سياسة الدولة نفسها ودون انتقاد العائلة الحاكمة بذاتها لا تستطيع أن تنتقد بعض الوزراء من غير العائلة الحاكمة لا تستطيع أن تنتقد البلديات لكن أن تنتقد قضية المعتقلين وبذات أن تحمل الملك وزير الداخلية قضية الاعتقال أو أن تنتقد سياسة الدولة العليا بخصوص علاقاتها الخارجية وسياستها الاقتصادية العامة خاصة إذا قصدت صاحب القرار السياسي أنت مصيرك السجن فورا لأنهم يعتقدون واعتقادهم في مخيلتهم هم لو أبعت نفسك في مقامهم أعتقادهم صحيح أنهم إذا سمحوا بالانتقاد الأول ستتسعى الدائرة سيسمحوا بالانتقاد الثالث والثالث والرابع وهذه الأنظمة الشمولية لا يبقيها إلا القمع ليس هناك مجال أن توجد توازن حرية بينها وبين الشعب فلا يمكن أن يسمحوا بالانتقاد الأول يجب أن يغفلوا من البداية وهذا سبب لومنا النخب الحقوقية التي لدينا من مشايخ ومفكري ومثقفين أنهم يتصرفون في كتاباتهم ومحاولاتهم على أساس أن النظام فاهم غلط النظام والله فاهم صح النظام فاهم صح ويريدوا أن يبطش قصدا ولكن أنتني ما فهمين صح مثل يقول الباب يجيك من الريح سده استريح قبل أن يفتح عليك شباك وباقي ما في العمارة فإن دكتور سعد هناك مع غياب ولي العهد السعودي الأمير سلطان لعملية جراحية في نيويورك في إشعاعات حول خلاف داخل العائلة الحاكمة في السعودية حول ولاية العهد بين الأمير نايف والأمير سلطان ما مدى صحة هذه الأخبار وكيف تنظر أن تراقب المشهد السعودي الآن الميادين المختلفة تتحدث عن هذا الخلاف تتحدث الإنترنت تتحدث الصحف الغربية تتحدث كل هذا الكلام ليس هناك إسناد صحيح يدل عليه قد يكون موجود الحقيقة التي نعرفها أن العائلة الحاكمة ليس عندهم اجتماعات منتظمة وليس عندهم آلية آلية للتعامل مع التحديات لا سواء تحديات داخل العائلة الحاكمة أو خارج العائلة الحاكمة قراراتهم حينما كان الملك فهد بشخصيته القوية والملك فيصر بشخصيته القوية قرارت تتخذ من الملك والبقية يستمعون وينصتون ويطبقون بدون تردد لأنها شخصية طاغية لا ينافسه أحد الآن مع الشخصية الضعيفة للملك فهد للملك عبد الله وتطلع الكثير لا يتوجد آلية بديلة تعوض عن ضعف الشخصية يعني أعطيك مثال هم لا يجتمعون لا يجتمعون مطلقا لاتخذوا القرارات لكن في حديث عن اجتماع العائلة الحاكمة وعائلة المالكة اجتماع دوري وحتى بعض الإشكالات يقال أنها تؤجل إلى اجتماع العائلة المالكة حتى تمت فيها أبدا لم يجتمعوا خلال خمس سوات الماضية إلا مرتين أو ثلاث واجتماعهم كان أقرب إلى اجتماعي اجتماعي عائلي أكثر منه سياسي واجتمعوا في رمضان قبل الماضي وأخبرهم الملك عن تحديث نظام مجلس البيعة والذي قبله كان أعلن فيه مجلس البيعة والذي قبله أعلن مجلس العائلة الاجتماعي الخيري بس لا يجتمعون حتى الكبار يعني الملك ونايف وسلطان وسلمان خمس الكبار لا يجتمعون عن اجتماع الدورية لا يجتمعون بالمناسبات واحد عزم فلان وتعشوا سواء قدرا أو في زيارة أو في مقابلة الجمهور أما اجتماع عمل لا يجتمعون حتى القرارات الآن مع ضعف الملك عبد الله يكلم رئيس الديوان الملكي اللي هو خاد التواجري الذي أصبح الآن بمثابة رئيس وزراء يوسع نفوذه حتى أصبح يستقبل المواطنين بدلا من الملك وأصبح اتخذ قرارات أصعب من قرارات اتخذها نايف يكلمه يقول أمر على نايف شوف اشتعلق على هذا الموضوع يروح للنايف ثم يروح للسلمان ثم يروح للسلطان قبل أن يمرض ويحرص على إيجاد الجماع ثم يسير بينهم في رحلات مكوكية حتى ينتهي القرار واحد وذلك القرار الذي يفترض أن يستغرق يوم يومين يأخذها ثلاثة شهور أربع شهور حتى يصل إلى هذا فإذلك الخلافات حقيقية هناك التطلع لا يوجد بديل واضح للسلطان لو أنت سلطان هنا السؤال في حال صحة هذه الإشعاعات أو الأخبار عن غياب الأمير سلطان ويعني طول غيابه للعلاج في الخارج ومن ثم لسبب أو لآخر كان يجب أن يملأ منصب ولي العاهد من الشخصية الآن في السعودية المتوافقة عليها الأمير نايف بن عبد العزيز هو القادم الذي في الصورة نايف الذي في الصورة لكن ما متوافق عليه عبد الرحمن متطلع متعب متطلع طلال متطلع مشعل متطلع كل هؤلاء متطلعون والملك لم يقل ولا كلمة يعطي فيها إشارة إلا أنه سيعين فلان أو فلان ونايف يتصرف بطريقة معينة حتى يضمن موقع مثلا الآن تصرف الملك بتعيين خادة تواجري بإعطائه ملف الديوان وملف رئاسة الوزراء أصبح بمثابة كأنه رئيس الوزراء وأصبح يدير الأعمال وأصبح نايف وأخوانا ملزمون أصبح ملزمين أن يلتقون مع خادة تواجري حتى يناقشوا وهي سابقة جديدة في نظام أعلى سعود نايف يجامل الملك نايف الآن بودة أن يذبح يقتل خادة تواجري لكن ما يستطيع ويقول ولا كلمة يجامل الملك حتى لا يخسر فرصة ولاية العهد يخشى أن يتمرد على قرار خادة تواجري هذا فالملك لأن الملك يحب خادة تواجري أكثر من نايف من يملك يد العليا في نهاية حسن ملف ولاية العهد نظريا الملك لكن يفترض أنها تطبق حسب هيئة البيعة هيئة البيعة التي تعرض عليها الموضوع التي تتألف من أبناء الملوك وأبناء البقية الباقية من آل سعود ويجتمعون وترشح لهم ثلاثة أربعة ترشيحات من الملك ثم يختارون هذه الأئلة لم تجتمع ولن تجتمع لأن العضاء يستشيرون أبناءهم قبل الحضور وأبناءهم أقصد أباهم أباهم يرفضون حضورهم فالملك حاول يجمعها حوالي خمس مرات لحد الآن لم يتمكن طيب الدكتور أخيرا في الدقيقة الأخيرة في تساؤل كثيرة عن الدور السعودي تبدو السعوديها الأيام معزولة مقيدة اليدين عن التأثير في المحيط العربي لماذا هذا الغياب السعودي عن الشأن العربي وهي الدولة كانت الرائدة وكانت الأكثر تأثيرا على ما يجري في المنطقة من قلق غائبة الآن في اليمن هي صاحبة القرار دورها في اليمن أقوى من دور الثورة الحكومة السعودية الآن تؤمن البنزين وتأمن الفلوس والأكل لقوات علي عبدالله صالح حتى يبقى قوي وفعلا لأن البلد مقطوع عنها كل حاجة البلد تعيش مجاعة والمحسوبون على علي عبدالله صالح متنعمون بالمال السعودي وبتدفق البضائع من السعودية حتى يبقى قوي أمام الثورة فالحكومة السعودية حاضرة حاضرة وبطور الإيرانيين والأتراك والدول الخارجية أخرى كلها دورها أقوى أبدا لا يوجد دول نفس الدور السعودي السعودي الآن دخلت مع الحاكم نفسه وتريد أن تضمن أن التغيير يناسبها ويناسب أمريكا الدور السعودي في مصر قوي جدا وهي على صلة سرية قوية جدا مع المجلس العسكري وما يحتاجون يضغطون العلاقة الودية بين نايف وبين المشير قوية المشير طنطاوي فهم طلبوا منهم عند الطلبات وحاولوا يرشونهم بأربع مليارات ولولا صحوة الثورة ووعي شباب الثورة لطبق البرنامج السعودي كاملا الحكومة السعودية حاضرة في الثورة التونسية وحاولت تخريبها أكثر من مرة ولا تزال تحاول تخريبها الثورة السعودية رغم المشكلة اللي بينها وبين سوريا تقت على النظام سرا دعمت النظام حتى يعيش دعمته برواتب الموظفين والعسكريين لذلك شهور قادمة شكرا جزيلا دكتور سعد الفقيه انتهى الوقت رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في السعودية شكرا على التحليل وهذه المشاركة أشكركم لكم مشاهدي الكرام انتهت حلقة اليوم من أضواء الأحداث إلى الحلقة المقبلة لذلك الوقت هذه التحياتي والفريق العامل دمتم دوما في رعاية الله اشتركوا في القناة